من إثم التخلف عن الجماعات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم والرسول قال للأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني هل علي جناح هل تاز لي أن أصلي في بيتي أدنى له ثم استدعاه وقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب لقد قال ابن مسعوب لقد رأيتنا وما تخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل المريض يتهدى بين الرجلين حتى يدخل في الصف